أول سورة سنعرضها في هذه الحلقة هي سورة الخلق سورة الخلق أتمنى أنكم تشوفوها وتسمعوها مفاجأة مجودة أيضا بصوت جميل نشوف أول سورة سورة الخلق وإذ قرأتم في الكتاب أن الشمس تغرب في عين حمئة وكنتم تجهلون ما لكم به من علم إن تتبعون إلا الظن ولكن لا تعلمون إنما الأرض تجري حول شمسها ولكن لا تشعرون ومنها نهاركم وليلكم وما تصبحون وما تمسون ما الأرض إلا ذرة في الكون ولكنكم عن ذلك غافلون ومن آياتي خلق كونكم من انفجار عظيم وما تلاه من سدم ومجرات تسر الناظرين وما خلقكم إلا من بعد أحقاب ثم آلاف مؤلفة من السنين ومن خلقه الزمان والمكان وما بدأ مع النشأة الأولى في الأولين ويخلق ما لا تعلمون في الآخرين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطة في الأنثيين لا هي في صلب ولا ترائب إن هو إلا قول الغابرين ومن انقسامات من بعد إلقاحها في الأرحام فاسأل التالسين وما كان من عرقة ولا دم فتبينوا الحق المبين فأعرض عنهم وقرأ لعلك تكن من العالمين ما رأيكم ها سورة مثل القرآن نفس الشيء موضوع على فكرة علمي جميل معروضة أمامكم سورة الخلق باسم الخالق العظيم إذا وإذ قرأتم في الكتاب أن الشمس تغرب في عين حميء يرد على القرآن وكنتم تجهلون ما لكم به من علم إن تتبعون إلا الظن وما تعلمون إنما الأرض تجري حول شمسها ولكن لا تشعرون أمور علمية ومنها نهاركم وليلكم يعني فسر النهار والليل بدوران الأرض وما تصبحون وما تمسون ما الأرض إلا درة في الكون وما دونها ولكنكم عن ذلك غافلون ومن آياته خلق كونكم من انفجار عظيم أمر علمي وما تلاه من سدم ومجرات تسر الناظرين وما خلقكم إلا من بعد أحقاب ثم آلاف مؤلفة من السنين موضوع علمي ومن خلق الزمان والمكان وما بدأ مع النشأة الأولى في الأولين ويخلق ما لا تعلمون في الآخرين أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة في الأنتعين يرد على القرآن لقال من الصلب والترائب إنه إلا قول الغابرين ومن انقصامات حتى يتكلم عن قسامات إعجاز من بعد إلقاحها في الأرحام فاسأل الدارسين تروح تسأل المحدثين وما كان من علقة ولا دم فتبينوا الحق يعني العلقة والأمر كل ماشي فاعرض عنهم وقرأ لعلك تكو من العالمين جميلة رائعة موضوع كل شيء كل شيء رائعة هي ليست الأولى أنا قلت الأولى بحسب الترتيب الأباجدي لأن صورة الخلق الصور نحن نحطهم ليس تحيزاً لكن هي فقط بسبب الترتيب الأباجدي لأنه حتى لما كنت أفكر كيف سأعرضهم خفت أنه يبان وكأنه يفضل وحدة عن الأخرى في الحقيقة كلها صور جميلة وكلها صور رائعة ترجمة نانسي قنقر